أهلاً بكم حرف الآ حرف صوتية وتعرفوا من لغة العربية بالكلمات طاولة أو مسباح وهيك يجي بالكلمات الألمانية هالحرف الآ ينلفز شوي طويل وبالأغلبية يكون مكتوب بالآ أو آها أو مكتوب قبل حرف زاكن بس هالحرف الآ يقدر أن نلفز قصير كمان بالعربي كمان في هالآ القصيرة مثل بالكلمات طب أو منفضة لما هالحرف ينلفز قصير ينكتب بس بالآ وبالأغلبية يكون مكتوب قبل حرفين زاكن شوفوا مثل بالأمثال اللفز الآ القصير موقع السن يكون شوي لقدام أكتر من باللفز الآ الطويلة طلعوا على هالفرق أنا أقول في هالحرف ما في كتير صعوبة ولا؟ أوكي باي باي وإلى دراسة القادمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة